السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبته طالباته لأمر الصف السادس الابتداء أهلا بكم معنا في كناة مستر عمي رجبته معكم مستر عمي رجبته معكم مستر عمي رجبته النهاردة ان شاء الله خلاص امتهينا من حل وشرح مهنة جترمي التاني من كتاب المعاصر وكتاب جيم وكمان كتاب بيت 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 فاحنا ان شاء الله سنة 6 في ملحق المعاصر هنحلم بعضينا اختبارات تبقى لمصفات الوركة الامتحانية 20-22 واول حاجة هبدأ بها دوقتنا في صفحة اي بيت نمبر 33 صفحة 33 في ملحق المعاصر للصف السادس عندي ايه بيقول لي عندي 3 نمازج لاختبارات من كتاب التدريبات في كتاب التدريبات كده عندي ايه 3 اختبارات هنحلهم لان بيجي منهم كتير خالص في الامتحان دولا ايه هنطلقون من صفحة هنا في الكتاب المعاصر من صفحة 33 لصفحة ايه 38 يبقى النهاردة هنحل ايه النمازج بتاعت اختبارات كتاب التدريبات من كررست المعاصر من 33 ل38 اول اختبار معايا سامبل كريست 1 اول سؤال لي سننسلك للسامع وضع دائرة بنسمع لسؤال باجابته وبناء عليه بختار من عندي ايه اجابة من الاتنين او السؤال من الاتنين نمبر 1 بيقول لي what are you doing ماذا تفعل I am helping Mr. خالد I am helping Mr. خالد طبعا ايه اللي سمعتها نمبر 2 بيقول لي how heavy is it how heavy is it يعني كام الوزن او كام ايه السوق قالك ايه it's so heavy انه سقيل جدا it's so heavy دي طبعا ايه اللي سمعناها نمبر 3 بيقول لي did they go to the cinema هل هم ذهبوا للسينما قال لي ايه yes they did did they go to the cinema دي طبعا السؤال اللي سمعناها نمبر 4 بيقول لي ايه what is it what is it ما هذا قال لي ايه it's a wild animal what is it what is it ده السؤال اللي انا ايه سألتم جاريت لو اول مرة تشفونا تشركوا معنا وتفاعلوا الجراس اشوصلكم ان شاء الله كل جديد ونعمل لايك عشان الفيديو يعلى والكل ايه يستفيد السؤال التاني بيقول لي ايه listen uncompleted يعني استمع وايه واكمل عنده محجسة بتوين امال and مكدا امال بتقول لها ايه بقى where are you going اين انت زهبة where are you going it's lying going to the market انا راح ايه الماركت اللي هو ايه السوق قالت لها what why are you going there ليه انت راح هناك راح هناك ليه اطلاها i'd like to do some shopping انا عايز اعمل بعض التسوق اطلاها who is going with you من يذهب معك من راح معاك هو يعني من اطلاها my brother احمد اخي ايه احمد بعد كده عندنا السؤال التد بيكون ايه choose a correct answer ايه احترالي اجابات الايه الصحيحة i'm not ready for the concert طبعا ايه i'm playing ولا getting ولا having ولا saying طبعا ايه i'm getting ready انا اعدى اجهز ايه للحفل السؤال التاني بيقول لي can you not are the wild animal هل نوعة انت الحيوان المتوحش سي ولا فون ولا ايت ولا فزت طبعا can you see هل ترى لعا كده بيقول لي how did they play the match يعني ايه كيف لعبه المباراة عاوز اصف اه اللعب ايه وبقى اللي بيصف الفعل اللي بيصف الفعل طبعا ايه الحال قال لك they played well ولا good ولا bad ولا قوية دول ترى الصفات دي بس يا الحال فانا هاخد ايه well i can not a news paper انا اعمل الي الجريدة ايت ااكل واش اخسل لريد اقرأ ولا feed طبعا ايه ريد انا اقرأ ايه الجريدة شي نقط زفجيتابولز ايه ايه اعمل الخضروات شي ايه هم phones ولا reads ولا feeds ولا chubs طبعا chubs يعني قطع الخضروات the eagle النصر is fast الفاصر عايزة بعدها كلمة a than the parrot عايزة اقول ان النصر ايه اصرع من الparrot then ولا that ولا than ولا this طبعا ايه than بعد كده the he plays the نقط slowly هو عزف على ايه slowly shoes ولا house ولا car ولا drams طبعا عزف على drams اللي هي الطبول ببط not your name and address not your name and address اسمك وعنوانك who's ولا what's ولا who's ولا when's طبعا what's your name and address ما واسمك وعنوانك بعد كده السؤال الرابح تبقى المواصفات الورقة الامتحانية 22 22 بيكون ايه circle zaudward a r a a c c number one fluit لو قلت fluit train katar drams tabul wait yuba طبعا دي كلها لات موسيقية وكلمة train لا هنقول مثلا ايه هم ايه ايه لأ انت حفزها تكتبها هقول مثلا ايه violin badly بسوق white لي بهدوء good جيد lowly بصوت عالي طبعا دي صفة والبين احوالها خلقها حالت بقى well line وdeer وbeard وطايجر دي كلها حيوانات لكن bird ده طائر هجيب اي حيوان اول مثلا ايه او panda اي حيوان حفزه اكتب قلبنا الصفحة صفحة 34 30 في قرص المعاصر بيقول لي بقى نكمل السؤال بتاع الكلمة المختلفة run yagri play يلعب cook يطبخ اتشير كورس طبعا دي مختلفة دي كلها ايه افعال اقول مثلا ايه يارا c one two three فات دي طبعا ارقام يلا نقول مثلا five اي رقم حفزه كتبه بعد كده عند القطع بيقول read the passage and answer the questions every morning كل صباح علي get up at six o'clock علي بيصاكز الساعة السادسة صباحا he has his breakfast يتناول افطاره with his family مع ايتون he usually has bread بيتناول ايه في الفطار خبز cheese give na eggs bed and milk with laban then he carries his school bag ويحمل حقيبة المدرسة and goes to school ويذهب للمدرسة on his way to the school وافطره للمدرسة he buys a flower بيشتري وردة ليه he gives it to mr. salah بيديه mr. salah من mr. salah he is english his english teacher ده معلم اللغة الانجليزية he usually has lunch بيتناول الغداء at 3 p.m السالسة مسائل he goes to bed be naam at 8 o'clock الساعة 8 بيقول لي number 2 الاختيارات number 1 في الاسئلة الاختيارات علي نوعة up at 6 o'clock علي يعمل ايه الساعة السادسة بليس يلعب كادس يحمل gives يعطي ولا gets يا السايكس طبعا يا السايكس he buys بيشتري ايه المعلم اللغة الانجليزية breakfast ولا lunch ولا flower ولا منك طبعا بيشتري له ايه flower بيشتري له ايه word ده علي بيتناول ايه اللي افطاره هنقول he has بيتناول ايه قولنا bread خبز ايه كمان cheese جبنا اكس وبيت and milk ولبن طيب what does he do at eight o'clock الساعة تمانية بيعمل ايه اللي هي goes to bed يذهب الى النوم بعد كده عندنا عاوزني اعمل paragraph عن ايه in the kindergarten يعني في الحضانة او في روضة الاطفال انا كتبالكو الجمل عشان ايه ما طولش عليكم الفيديو هنقول ايه children in the kindergarten الاطفال في روضة الاطفال او في الحضانة are very happy سعداء جدا they blow a bubble بينفخوا في القاعة they count to ten بيعدوا الى عشرة in the kindergarten في الحضانة they build sandcastles يبنوا قلاع من الرمال they spell words يتهجوا كلمات they have a nice time there يقضوا وقت جيد هناك هيجو مالسهلة جدا وبسيطة عن الحضانة بعد كده عندنا سؤال الترتيب وابدأ بالكاملة تحتها خط بيقول ليه was she talking on the phone هل هي تتحدث في الهاتف او كانت تتحدث في الهاتف he was washing the car يعني هو كان يخسر السيارة السؤال الأخير في الامتحام بيكون a puncture with the following sentence الكلمات أو اللي في جمال اللي جاية دي بيعمل لها علامات التركيم طبعا عندي حاكتين نقصين في كل جملة how many books did أسماء the brother by yesterday طبعا عندي ال H او الكلام ده سؤال في الآخر نحط dh دول حاكتين نقصين عندي في السؤال ده أسماء the brother أخو أسماء وانتو جيزة زو last week ذهب إلى حديقة الحيوان الأسبوع الماضي طبعا عندي هنا كده في أبوصروفي وعندنا الجيب بتاعة الجيزة عشان دي مدينة كبيرة تمام كده انتهينا من sample test 1 يلا بندخل على الصفحة اللي وصدها sample test 2 عندنا sample test 2 لاختبار التاني بي نومبر 35 صفحة 35 وثلاثين والسؤال معانا اللي سنان سيركل يلا بنا نسمع السؤال بإيجابته why are you late انت لي متأخر I'm sorry Miss Succar I'm sorry Miss Succar طبعا اللي إجابة اللي إسمعناها what did you get انت قبت كام I got a hundred I got a hundred اللي إسمعناها تركز في السؤال do you iron the shirt by yourself حالتك والقميز بنفسك yes I do do you iron the shirt by yourself بعد كده where is he gone on Monday بيروح فين يوم الجمعة he's gone to the market sorry on Monday يوم الاثنين on Monday طبعا عندي لنا إيه سألك بعد كده عندنا السؤال التاني بيقول لأي listen and complete عند محاجسة بين أمير وسعيد أمير بيقول لي سعيد إيه how was the film الفيلم كان إزاي كان عامل إزاي قال له it was nice كان جميل كلمة nice قال له who is the here ومن كان البطل هو من كان البطل قال له هي سعيد الإمام هي قال له when is when is it open in the evening باتع يفتح في المساء قال له it's open from 6 to 9 السؤال اللي بعد كده عندنا إيه سؤال اختيارات number one could we ask you نوعة questions ممكن نوعة ايه بعض الأسئلة نسألك أسئلة طبعا أقول if you ولا a liter ولا much طبعا عندي a few يعني قليل رقم يوعد فعا كده بيقول لي do you like نوعة ابيلوت بعد لك عايزة فعل في i in جيت بإيه paying do you like paying aبيلوت هل تحب كونك طيار when did he نوعة هونج كونج بعد عايزة فعل في المصدر يبقى go ولا go ولا go go سوري يعني متى زهبت إلى هونج كونج i can نوعة english اعمل ال english build ابني speak اتحدث بير اقشر اتشوب يعني وقطع طبعا speak english my sister can نوعة two ten اخت بتعرف تعمل ايه لحد عشرة كون تتعد catch يصط او يمسك قط يقطع ولا كي يضرب الكرة طبعا ايه كون two ten if he wins a prize لو فاس بالجائزة he will be صاف يكون ايه bright ولا proud ولا bread ولا bread طبعا يكون proud يعني فخور نوعة female pilots work for your airlines female pilots لهم الطيرين الاناس يعملون لدي شركة طيران ايكم هنقول هي how many كم العدد ولا how much كم الكمية how far كم البعد والمساف ولا لهم كم المدة طبعا هنقول كم عدد الطيرين الاناس الذين يعملون لدي شركة طيران يقوم my father abby always no up present الهدايا بابا بيعمل ايه الهدايا لنا وان he comes back لما بيرجع give ولا place ولا gives ولا plate طبعا بعد الالوز زي مضارع بسيط هناخد حاجة فيها gives us present يعني بيدينا هدايا بعد كده circle the word place it was accurate c يقول homework way play 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 طبعا دي ايه مختلفة عايزين نفع نقول مثلا ايه shop مكتع الخضروات كارول كاهرة london london rome rome haby sire دي كلها ايه مدن اقول مثلا ايه paris program برنامج film يعني film class يعني فاص news اخبار نقول مثلا ايه حاجة مش عيرة في التلفاز صندق الاحد اكتبر اكتوبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر طبعا دي مختلفة ايه شهور السنة اقول ايه مثلا مارش شهور السنة اقول هكيب الثلاثة رزاية المدن فارس مين او بادين سني يعني نحيف طول يعني طويل شرط يعني كميس طبعا هي المختلفة عايز اصف اقول مثلا ايه سريع فسط طلبنا صفحة 36 وسؤال الخامس اللي هو سؤال الكتعة من التورست الكسر من السائح ونفزت ايجبت بازور مصر افري يال سنويا لماذا لما ايجبت لما ايجبت لما ايجبت لما ايجبت اللي هي ايه اصار العالم مصر فيها ايه تلتة اصار العالم لما ايجبت تلتة ايجبت بيحبوا التقاط الصور فين كايروا في القاهرة الجيزة الجيزة لوكسر لوكسر ولا تلتة طبعا فين في لوكسر بيحب ياخدوا ايه اضعوا على كلمة تك كده عنده في القطعة ايه تبقى they like بعد like عايزة فعل i energy يبقى تبقى taking او ممكن نعمل زم هنا قال like to take تبقى they like to take photographs of our great places بيحبوا يلتاقتوا السؤال لما كنا العظيمة بعد كده بيقول لي what do they visit in جيزة زاروا ايه في الجيزة هنقول they they visit the pyramids and sphinx sphinx زاروا الاهرامات وقبل في الجيزة السؤال السادس بقى المرة مش عطيني بقى رجرة في المرة تطلب مني اي ايميل فيه فيه علاصر كده انا بحددها بالببدأ في الايميل بتاع اول حاجة write an email to your friend سعيد يبا احنا بعثين لي مين سعيد فاخد تحتها خط total him about ييجي بعد كلمة about ايه السبجكت اللي هو الموضوع your visit to the pyramids زيارتك للأهرامات last week الاسبوع الماضي your name is amir ده اسم ايه انا انا الراسل اخد تحتها خط برضه and your email address وان بردك الالكتروني is amir ad school.com تمام ده الاميل بتاع الرسل اللي هو انا and his email is saeed ad eg dot com ده طبعا بتاع المرسل الي to الى الى مين الاميل بتاع سعيد from from من الاميل بتاع امير يجي هنا طيب الصعب دي كتعندي اليور ده ما نقلب هلقيه اللي معي ورحك اتبقى هنا my visit to the pyramids ممكن اكتب اكمل last week طبعا بابدأ الاميل بتاع ده بكلمة دير يعني عزيزي وكتب تحت الشخص اللي انا باعترف عشان كده واخد نخط تحت كلمة اي سعيد يبقى دير سعيد هنا وبعدها a كمع نسيب مسافة صغيرة وابدأ اي الجملة الافتتاحية اللي عندي بعمل جملة بسؤال السؤال how are you كيف حالك والجملة i am happy to write to you انا سعيدة علشان بكتب لك وابدأ يدخل في الموضوع i went to the pyramids last week انا ذهبت الى الاهرامات الاسبوع الماضي i went with my family ذهبت مع عائلتي we went there by bus ذهبنا الى هناك بالأوتوبيس we rode horses ركبنا الخيول and the camels والجمال there هناك it was a nice day and يوم جميل we went home at a toklok رجعنا البيت الساعة 8 we were verhabi كنا سعداء جدا جملة ختمية بكتب see you soon yours المخلص وبعدها كلمة امير فين امير شخص صاحب الرسالة اللي هو اي الرسل يا رب نكون مفهام نا وفيهنا على القناة عندي انا اعمل طريقة مبسيطة جدا لكتاب الامير ده ورق على القناة هنا هتلاقوها فجام التشغيل الصف السالس السؤال السابع السؤال الترتيب بيقول لي وز مز اميرة هل مز اميرة يور سورين ريفور يور فرست جريد تيتشار هالمس اميرة كات معلمة الصف الاول عندك بعد كده اي وز انا كنت هناك فور تو ديز لمدة يومين بعد كده عندنا البونك تويت بيقول ايه بقى هالبابا احمد بيشاهد التلفاز طبعا عندي هنا ايه ابوستروفي في الاخر نحط الايه وز عالمة الصفام عشان داس وقى بيما نهل نو هي ز انت ورش نجد تلف 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 عندي ايه بعد اليس اول نجد لازم احط الكومة في الاخر ايه دي جملة عادية نحط الاي فلو ستوب وبكده نكون انتهينا من حل ايه سامبل تيست 2 يلا بننبدأ في سامبل تيست 3 يلا بننسمع الايه السؤال بيجابتو عشان ايه نختار من عندنا الايجابتين والسؤالين يقول ايه بقى اين كنت بالعمس قال له I was in the zoo I was in the zoo حبيت الفيلم ده دي لا ايه this film قال له no I don't لا ما عجبنيش no I don't 3 when did you travel to Paris متى سفرت الى Paris when did you travel to Paris قال له I travel to Paris in me ذهبتو في me what kind of pie do you like to have what kind of pie do you like to have انوع الفطيرة اللي بتحب تتناولها قال له I like to have actually بيحب بفترة الكريس what kind of pie do you have اللي سمعنا السؤال التاني المحرسة between مونا and أمنية مونا بتقول لها ايه did you go to the pyramids أمنية هل ذهبت إلى الأهرامات أمنية yes I did how did you go there كيف ذهبت إلى هناك رحت هناك ازاي I went there by car I went ذهبت ولا هناك بالسيارة هل who did you go with رحت مع مين ورحت مع مين هيت لها I went with my father رحت مع بابا طيب بعد كده عايزين بقى السؤال التاني المحرسة السؤال الاختيارات number one I was not the car when the panda walked by كعدة وين ماضي بسيط عايزين قبلها ماضي مستمر I was a فاضل فعلي فيه I energy washing ولا wash ولا washes ولا washed طبعا washing ولا كعدة وين تربط زمنين الزمن اللي لازق فيها على طول بيكون ماضي بسيط والزمن التاني يكون ايه ماضي مستمر لو was aware زائد الفعل زائد I energy عفاف was in Hong Kong عفاف كانت موجودة في Hong Kong نوعة أويك أويك ده ناقص وعدي مدة ايه حرف الجر اللي يجي بعد المدة on ولا for ولا at ولا off طبعا ايه for how not where you in luxor how not where you in luxor عايزة عرف لأيه المدة اللي كان فها في luxor how tall ولا how far ولا how old ولا how long طبعا ايه how long يعني كامل مدة لانت قدتها في الأقصر the tiger النمر runs يجري slowly ببط quickly بسرعة لو دلي ولا quietly النمر يجري ايه quietly يعني ايه بسرعة i could not a pop when i was little نوعة فكاع لما كنت صغير بعض الكون عايزين فعل ايه في المصدر اعمل الفكاع build ولا قط ولا give ولا blow طبعا blow يعني ينفخ فكاع do you fly a plane by you اعكسها على نفسها باي هل تقود الطائرة بنفسك do you fly a plane by myself himself yourself itself طبعا by yourself she was طائرة ده كانت تعبانة she was taking نوعة كانت بتاخد ايه بقى ويات تعبانة أناب غفو او قيلول ولا ماتش مبارا ولا برايز ولا هم ورد طبعا ايه نوعة where where you gone yesterday evening ameera اين زهبتي بالامس يا اميرة atletoza market الى السوق يبقى قلنا لها ايه وين والا وات ولا وير ولا والسابعا where يعني ايه اين زهبتي circle the outward are implicit with a correct one استلاوه بطيء quick sary happily بسعادة ساعة حزين ده طبعا حال والبقين صفاتها خليها صفة بقى ايه happy january 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 monday march april monday قل مسران ايه july شهر يقول اي شهر حافظه اكتبه which i او ايهما وين متى وير اين دون كلمات السفة قل مسران ايه how وكيف woman سيدة سيدة ما انا رجل بيك كبير جيل منت يبقى عندي ولد بوي him self بنفسه yourself بنفسها yourself بنفسها بنفسها غير عاق اليوم هتبقى yourself يبقى رامير منعاكز زيهم yourself طلبنا صفحة 38 وعندنا سؤال الكطعة تبهول عبارة عن كده زي زي الايميل عندي اسماء بعد لصديقتها مين سماح دير سماح when you moved قوي عندما انتقلت بعيدا i was said انا كنت حزينة i miss you very much افتقدت كثيرا جدا دي اسمي هل افتقدتيني يعني انا وحشتك last some day الاحد الماضي i went to our old friend heba's house زهبت الى بيت صديقتنا heba for dinner لتناول العشاء she showed me some old photos وريتني سور قديمة of our kindergarten لستفصل حضانة بتاعنا she reminded me يعني اي زكرتني او فكرتني of some interesting actions باي احداث ممتعة we could do when we were little يعني حاجات كنا اي بنعملها وحنا صغيرين do you remember هاتت تتذكري what you could do when you were little انت فكرة كنت تعرف تعمل اي وانت صغيرة you could build huge sandcastle زي كنت بتبني قلاع من الرمال ضخمة جدا remember الفاكرة do you like نيويورك هل تحب مدينة نيويورك با دلوقات عايشة فين في نيويورك يا سنة ستة are you making a lot of friends هالكوانت العديد من الأزقاء عندك صادقات كتير أو الأزقاء كتير your friend يا اسماء صديق تكمين اسماء اول سؤال heba should اسماء some old وريتها اي قديمة photos صور bird بعد كده بيقول لي ايه نوعات could build huge sand castles مين كان بيبني قلاع الدخل من الرمال هبة ولا سماح ولا اسماء ولا أمنية طبعا سماح الأسئلة where does سماح live سماح دلوقت عايشة في هنقول ايه she عند الدس يبقى live تبقى live she lives in new york عايشة في نيويورك وضيت أسماء دولة sunday عملت ايه أسماء الأحد الماضي she went to she went to hebas house for dinner زابت إلى منزل هبة لتناول العشاء بعد كده السؤال السادس المرة عايز مني paragraph مكون من سبع جمل عن ايه يور سكول يعني ايه مدرستك هنقول i go to school everyday انا اذهب على المدرسة كل يوم جمل بسيطة i go to school on foot انا اذهب على الاقدام انا اذهب سنة على الاقدام my school is very nice مدرستي جميلة جدا miss زينة بساعدني اتعلم i like hair very much انا بحبها كثيرا جدا i like english انا بحب الانجليش it's easy انه ايه سهل جمل ولا ابسط من كده السؤال اللي بعد كده بيقول ايه rearrange اعادة الترتيب وابدأ بالكلمة زحتها اخد my my mom won't let me لانت دعني watch tv يعني ماما لانت ايه تطركني اشاهد التلفز فرا كده public broadcasting اللي هو ايه البس الاذاعي البس ايه التلفزيوني العام بيجان بيجان ان ايجبت بدأ في مصر امتى ان مينتين سيكستي عام الف نسعمية وستين بعد كده سأل بانك تويت حاكتين قصين في كل جملة يقول ايه وين عائلة برازر ووز لتل لما اخو عائلة كان صغير هي كد بلو ابابل كان بينفق فقع طبعا عندنا ايه ايه اول كلام داخل نقطة فلسطو تمام بعد كده يقول ايجبت ميوز يوم المتحف المصري لسه قريب من حريقة الحيوان طبعا عندي ايه بتاعة ايجبت وين عندي ايه الابستروفي كده حبابي اكون انتهت من حل 3 اختبارات للنماذج اللي موجودة في كتاب التدريبات من قرصة المعاصر التفاعلية من صفحة 3 وثلاثين لصفحة 38 وثلاثين يقيت ما ننساش نعمل لايك للفيديو لو اول مرة تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ساركم ان شاء الله كل جديد يستنون في حل باقي الاختبارات من قرصة المعاصر وحل الاختبارات من قرصة الاضواء جيم وكمان الاختبارات اللي في نهاية كتاب بيت باي بيت كانت معكم مسهبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته